اشتركوا في القناة منزلي حكينا هي للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ستة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج السرطان معناته كمان اليوم نشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان انه لا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض البكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور التذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجهة بوسعنا شراء عقار او اهتمام بامور الهالاقة بالعقارات وزرعة نبت ما او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنها اول زاوية زاوية التثليث ايجابي بين عطارد وبين اورنس اليوم بدأ تأثيراتها هاي تأثيراتها من اليوم سبعة واحد ولا حتى يوم عشرة واحد طبعا ذروتها يوم ثمانية واحد الساعة 11 و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بننشط فمن باشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في ذات الوقت كما انه هاي زاوية بتعزز قدراتنا العقلية فبيتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين الشمس وبين اورنس وهاي تأثيراتها لغاية يوم تسعة واحد طبعا هاي زاوية بتعزز قدراتنا الادارية وتضفي جاذبية على شخصيتنا كما انها بتعزز قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها طبعا عند اول زاوية زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون في تمام الساعة واحد وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع يعني تأثيرات هاي زاوية من الان ولغاية ساعات الظهر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث ايجابية بين القمر وبين نبتون وهي راح تكون ذروتها الساعة 12 و 29 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد وهي اليوم ذروتها طبعا تأثيراتها بدأت من يوم 6 واحد ومستمرها لغاية 9 واحد اليوم ذروتها ساعة 12 و 56 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبية تعذر علينا فهمها وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 10 و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة تأثيرات هاي الزاوية من ساعات المغرب وبتستمر لغاية صباح اليوم التالي اللي هو لصباح يوم الاحد بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي راح يبدأ الساعة 10 و 22 دقيقة مساء من مساء اليوم السبت ورح يستمر حتى الساعة 42 دقيقة من صباح يوم الاحد لا يستقر القمر بعديها في برج الاسد هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق طبعا هدولا الاكثر حساسية وما زال القمر بمراحل الاكتمال فعشان هيك ما بنصح بالعمليات الجراحية الا الضرورية جدا واهم اشخاص ما يعملوا عمليات اللي هم الاشخاص اللي بدهم يعملوا تكميم للمعدة طبعا زي ما حكينا هذا اليوم الا العمليات الضرورية جدا دون الاشياء اللي ذكرناها والتجميل يعني يصلح للتجميل ولكن دون الجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 15 يوم في تمام الساعة ثلاثة وتسعة دقائق عصرا بصير عمره 16 يوم نسبة الإضاءة بتصير 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 هي الان سعيدة بنسبة 60% في ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 70% اما في ساعات المساء فبتصير سعيدة بنسبة 100% القمر في السرطان حتى يوم 8 و 1 سعيدة الان بنسبة 30% في ساعات الصباح تنزل نسبة السعادة إلى 15% في ساعات العصر بترتفع لها نسبة 45% سعيد عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 و 1 هو الان سعيد بنسبة 30% في ساعات الظهر بتنزل نسبة السعادة إلى 15% ولكن لا تنسوا تأثيرات تراجع عطارد بتأثر بشكل كبير الزهرة في الدلو حتى يوم 27 و 1 سعيدة بنسبة 60% المريخ الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12 و 1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16 و 5 سعيد بنسبة 10% وزحل في الدلو حتى يوم 7 و 3 الآن منتحس بنسبة 10% ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% قرانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 و 1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم أيضا اليوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وحذروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة فممكن اليوم تستاوم من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك يعني بمعنى آخر الأعباء كثيرة ممكن أنك ما تجد وقت للراحة وخصوصا بالمجال العائلي برج الثور ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة أو مناقش مثلا دافع عن مبادئك ولكن بليونه اب انتبه لكلامك وأحفظ خط الرجعة على أساس أنه ما تنحسب الأخطاء عليك اليوم ممكن تتمم لقاءات واجتماعات وفي عمل مفيد ومهم بالنسبة لك اليوم ممكن تنشط فيه ابتتخذ خلالها بعض القرارات المهمة برج الجوزاء تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء تخففوا من النفقات ونظموا أموركم المالية وما تسمحوا للأقصاط بالتراكم وإدفعوا المستحقات والأولويات وانتبه ما تخلي أي شخص يغشك أو يستغلك وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع وبرضو حاول أنك ما تندفع بأمور إلها علاقة بتوظيف الأموال برج السرطان طبعا اليوم أنتو عندكو طاقة ونشاط وحيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم واليوم طاقتكم ممتازة جدا لدرجة أنهم ملفتين للانتباه بالنسبة للجنس الآخر بتزداد عزمتكم وبترتفع المعنويات والحضوض وبتكون في نوع من أنواع النجاح في التحرك بأي اتجاه يعني فترة إيجابية وممكن اليوم تلمس انفراج وتقدم واضح برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا لآخر يوم بسيطر التعب عليكم لأن القمر ابتداء من بكرة الأحد رح ينتقل لعندكم فعشان هيك بتكون تنتبهوا برضو اليوم إنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون هاي الفترة فارغة وممكن تخفي لك عداوة أو مؤامرة عليك فبدك تتجنب المشاكل وتراعي أعمالك سيرها وخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات والوعود الكاذبة برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا الانتقاد ممكن هيك تحتاج لبعض التأييد أو حجد التأييد باستطاعتكم كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتكم في نجاح وانتشار ونشاط قوي جداً برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم أيضاً إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل أو عندهم مقابلة عمل أهم شيء أنه ما تشوهوا سمعتكم بمجازفات والمغامرات لأنه الظروف ضاغطة وممكن تحملك يعني بعض الفرص المهمة فما تضيعها بأمور ممكن تعطل عليك بدك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أو اللهو يتسبب بأخطاء لا تغتفر برج العقرب بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة واللي عنده طبعاً سفر بده يتفقد أمتعته بشكل جيد بتميلوا للإسترخاء والإستجمام ولكن يجب أن تحذروا من الفوضى فترى مناسب للتشاور والعقد المفاوضات والمشاركة في مختلف النشاطات الأجواء جيدة حتى بأمور الامتحانات الجامعية والسفاريات أيضاً برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض بترغبوا في لفت الأنظار وتبديد الأجواء السلبية وحاولوا أنك تخرجوا مع الأصدقاء وامرحوا وحاول أنك تفكر بالغد وباستقرار وضعك المالي وما تستعجل بتوقيع أو عملية تجارية حالياً يحاول أنك تدرس كل الأفكار وبعدين قرر برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ولكن بتكونوا تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة واتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها وحاذروا المواجهات الكلامية والأجواء السلبية جداً وما تسمحوا باختلاق المشاكل حاذروا من مخالفة التعليمات والقوانين أيضاً وتعتبر هاي فترة يعني من الأصعب لأنه القمر موجود مقابلك يعني يوم أصبر وبعدين تتحسن الأجواء برج الدلو بيتراكم العمل لديكم ولكن بتكونوا تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحدكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم بتكثر عندكم التنقلات وورشات العمل وممكن تضطروا لتقديم المساعدة أو يعني هيك تساعدوا بعض الأشخاص كما بتكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها حاول إنك تكون حريص على صحتك ومهاي فترة دقيقة بحاجة لتدقيق بكل الأمور برج الحود بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أهمش إنه ما تسمحوا لأي شخص بأنه يغشكم وهاي الفترة بتحمل لك انفراج بسيط وتعاطف ولكن إنه الأجواء بتظلها أفضل من الأيام الماضية عشان هيك حاول إنك ما تقف مكتوف الأيدي وتحرك بكل الاتجاهات الأجواء داعمة ومساعدة على جميع الأصعد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر